محل لطباعة الصور يتقاضى من الزبائن سعر فاصلة 92% دولار لكل صورة لطباعة الصور وللزبائن الجدود يقدم المحل خاصة لمرة واحدة مقداره 3 دولار اكتب المعادلة التي تمثل المبلغ الذي سوف يدفعه زبون جديد حتى يحصل على عدد X من الصور المطبوعة بالتالي X تمثل عدد الصور المطبوعة اذا فقط الزبون العادي عليه ان يدفع عدد الصور ضرب 0.29% دولار لكل صورة فاذا قلنا ان Y هي عبارة عن المبلغ الذي سوف يدفعه الزبون فالزبون المنتظم سوف يدفع X ضرب 0.29% دولار لكل صورة بالتالي سوف نكتبها فاصلة 29% ويمكنك ان تضع اشارة الدولار هنا او فقط 29% على فرض اننا نتعامل بالدولار ثم X هذا ما سوف يدفعه الزبون المنتظم ولكنهم يسألوننا عن الزبون الجديد زبون اول مرة وقالوا لنا ان الزبون الجديد يحصل على خصم لمرة واحدة وهو ثلاثة دولار بالتالي الزبون الجديد سوف يدفع هذا ناقص ثلاثة دولار بالتالي هذه هنا نسخة مبسطة من المعادلة التي تصف ما سوف يدفعه الزبون الجديد اذا اردت ان تصبح بارع اكتر فهذه ليست دقيقة بشكل كافي خاصة عندما يطلب الزبون اقل من 10 صور لانه اذا طلب الزبون مثلا 10 صور بالتالي X سوف تكون 10 ضرب 29 بالمئة ستكون 2.9 بالعشر دولار ناقص ثلاثة سوف تكون سالب 10 سنتات فالزبون لن يدفع 10 سنتات بالسالب فهذا يبدو كأن المتجر سوف يدفع للزبون 10 سنتات عندما يطبع 10 صور فالزبون لن يدفع اي شيء بالتالي ما سوف نعمله ما نستطيع ان نفعله هو ان تكون بارع قليلا يمكننا ان نقول ان الزبون الجديد سوف يدفع new customer would pay الزبون الجديد سوف يدفع يمكننا ان نقول ان هذه Y اذا Y سوف تساوي Y سوف تساوي 29 بالمئة X ناقص ثلاثة اذا كانت X اكبر من 10 اي انه اذا طلب الزبون اكثر من 10 صور وهي الصفر في الحالات الاخرى انها صفر غير ذلك otherwise اي انه لا يدفع شيء اذا كانت اقل من 10 صور لا يدفع شيء وهذا ليس كما ان المتجر هو الذي يدفع للزبون لانه اذا كانت اقل من 10 او في الواقع 10 او اقل فان هذه سوف تصبح سالبة ونحن لا نريد ان نصل الى الحالة السالبة بالتالي لم يدفعوا اي شيء ولكن اذا كانت عدد اصور اكبر من 10 فسوف يدفعوا حسب هذه المعادلة هنا اشتركوا في القناة